السلام عليكم لبنات كديري لبسا عليكم تنتم بناتكنو كاملين باخر و الاخر اليوم ان شاء الله لبنات غازي نحضروا مع بضياتنا اه اه اربعة انتواع الاشكال انتواع البيزة غازي يكونوا فقط بالعجين السائل ما تحتاجوش ندلكوهم ما تحتاجوش نعجنه وغازي نطيبوهم في المقلة كيفما تتشوفوا ما تحتاجوش للفران سهلين اقتصاديين حتى الاخر لحظة وتجدوهم لبنات مقادر اللي متوفرين في كل دار اه اه اربعات الحشوات الى ما عندكش هذي غازي تلقيها من طبيعة الحال غازي عندكم الاسرار باش ينجحوا معاكم اه اه فالا جربتوهم البنتيجو تماما بحال البيزة اللي سناخدو من اه من السناك اه اه وخادو بالعجين السائل الى دقوهم عندكم شي حد تصحبو واش معجونين ومدلوكين فتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر اه متنسوش تدعموني بلايك وبرتاج الفيديو ببرتاجوه جميع مواقع التواصل اللي اجتماعين تاكم البنات في الانستغرام في الواتساب وفي المسانجر هذي نجزو اول حاجة لبنات للسلسة البيتزا هذي عندكم كيفاش تحتفظو بها في مجمد وبهكا بكمية كثيرة اللي بعتو تصيبوها لشهر رمضان الصراحة بجديكم البيتزا سهلة فاول حاجة لبنات انا عادي نخدم كمية صغيرة عادي نخدم فقط هذه الكمية قددني لسبعين طوال البيتزات فعادي نحتاج ثلاثان طوع ماطشات متوسطين الى كانوا كبارة لبنات غادي تحتاجو الجوج عادي نحتاج نصف بصلة الى كانت كبيرة الى كانت تيكل بصلة صغيرة لبنات غادي تحتاجو البصلة واحدة وتعني نحتاج الفلفلة حمراء نصف الفلفلة حمراء ملا افضل الحمراء لبنات ماشية الخضراء الحمراء تتعطي واحد المعذاق اللي يزويين فبنسبة المقادير غادي نحتاجو الزيت زيتون من طبيعة الحالة اللي تتكون في السلسة البيتزا غادي نحتاجو الملحة البزار شوية تعز الزعتر اوراق سيدنا موسى وغادي نحتاجو المكافي فين غادي يطيب هاد السلسة دي ما نكتروش البنات المتني بزاف فتقريبا واحد كاس نتع الماء تعلي عن برا كافي فاش طيب لنا هاد السلسة هادي اولا هاد ماطاشا والفصلة والفلفلة المهم تطيب مزيان ونتحنوها باش ما تجيش جارية البنات بزاف صافي تنضاف عليها هادا كالكاس نتع الماء تنغطع عليها وتنخليها حتى تطيب منين تطيب تنضاف عليها معلقة كبيرة انتع مركز تماطيم اولا ما تشانتات الحق وتنطحن كل شي في الروبو صافي هادي هي السلسة البيتزا البنات تنخليها جانبا غادي نقول لكم كيفاش راح تفضو بها من بعدها البنات ما نعطيكم هاد المقادر نتوع العاجين فبنسبة للعاجين غادي نحتاجو الربعان توع الكيسان توع الطحين توع العنبة اللي تيوزنو اه 400 قرام اربعة الكيسان راية 400 قرام هادي نحتاجو الكاس ونص الحليب بنفس الابار اللي عبرنا به الطحين هادي نحتاجو اربع كاس انتع زيتون كيسة الخاميرات الحلويات من وزن سبعات القرام لما غادي نوضح لكم البنات لما في الفيديو ماشي دابا وغادي نحتاجو للزعتر وغادي ندوزو للطريقة هادي ناخد هادك الطحين تنضاف عليه الملحات تنضاف عليه الزعتر وتنضاف عليه هادك الخميرات الحلويات ومعي لقات الخميرات حبيبات ما عندكمش حبيبات غادي تدروا المعجونها لبنات سوف تنخلط هادو كل نواشيف مزيان من بعد تنضاف كاس ونص الحليب دافي وتنخلط مزيان بالطراب اليداوي ما تنحتاجوش للطراب الكهربائي فقط بيدا البنات ويلا كانت يديكم نقية خلطو غير بيديكم البنات وغادي نحتاج اللماء الكافي فبنسبة اللماء هادين ندير كاس وغادي نخلط هادا وغادي نضاف ربع كاس نتاع الزيت وغادي نعود نخلط من زيان حتى تدخل هادك الزيت ويدخل هاداك الكاس نتاع الماء غادي نزيد الكاس الثاني شوي بشوي وانا تنخلط ما نضافه اشال البنات مره وحده باش ميجرش لنا الخالات شوي بشوي وانا تنخلط حتتي بالليل خالات بانه بحل خالات نتاع لكيك البنات ميكونش قاسح وميكونش جاري تاني بززاف المايم تيكون القوام نتاعه بحل خالات نتاع لكيك هانا ايا غادي نوريكم البنات كيف اشتيو اللي قوام نتاعه فبني اسمال الجوش كيسان توع المال اللي حتت قدامي ما زومش لي البنات زليه فقط كاس كاس عامر وكاس تقريبا شاطليه منه واحدة الربع اربع كاس صافي عدش اللي يزليه كيف ما قلت لكم را تيبقى على حساب الطحين وماش تيشرب او لما تيشربش را تيشرب را تيزليكم حتى الجوش كيسان صافي اذا نخلط مزيان حتى ما تيبقىوش عندي هذوك الكريكيبات نتاعه المهم تيتخلط كل شي البنات وتيولي الخالات ملس انتم ما تشوفو كيفاش تيولي صافي من بعد تناخد المقلة مباشرة متان خليوش يخمر على البنات موالو قلت لكم تيجي السهل كتان خلطوه كتان طيبو هكا وصفة عملية حتى لرمضان على البنات او لما ممكن تصيبوا هذو البيتزات وتحتفضو بيوم في المجمد هكا في شهر رمضان ان شاء الله تجبدوهم وتعمروهم وتتخنوهم في المقلة وتحتوهم تيجيوا رائعين صراحة او لكل وجبان تعلو ليدات اللي تيبغوا يديولو مدرسة هكا شي حاجة سائلة ممكن تجدوهم اليوم في الصبح تقسموا هذو المقادرات وتصيبوه اليوم يبيتزا وحدة ضغية تخلطو الخالد تجدوه في المقلة وتعمروا ليهم مثلا بطون او الكفتة او اللجاج وتعطوها الدراري يديوها معهم وهي سخونة صراحة وتفرحوا بها خصوصا للا يدرتوها اليوم فهذيك الكارتونة نتعت لبيتزا هنا يا خديت المقلة نتعت البغرير اللي ما تتلسق شانتكم مقلة اي مقلة انتم عندكم البنات غتي تخدموه فيها تندهنها مزيان بالزبدة من الجوانب ومن الوسط وتنجيبت قريبا واحد المغرفة من الخالط بالنسبة للخالط رانتو متتحكمو في السمك ايما مغرفة او اللي مغرفة ونص غير هو ما تدروش من الاحسن ما تدروش غلادة لبنات بزاف تدرو السمك اللي هو معقول باش يجوكو مكزويني ويجوو بنعن سوف تنحاول نوزعو بشي بشي مغرفة او اللي معلقة انا وزعتو غير بالطرر باليداوي تنخطيع لي من الفوق بشي بشي اغطان انا درت اغطان تاع القاملة وتنخليه حتى تنشف العاجين تنشف تماما من التحت وتنشف من الفوق تنعري عليه تنلقى ان نشف ولكن العافية تكون ميلا لبنات تقريبا بطفة باش متحرقش لكم سوف يتنخلي واحدة تتنشف من الوجه وتنعودون قلبوها تتنشف من الضهر سوف يتنزولوها تنجرون فوق واحد زويف باش مايعرقوش لنا ويبقوا يتكسرو تنبقوا تنحطوه حتى تنكملو الكمية كيف ما قلت لكم بنفس طريقة تناخد البيتزا او العجين الثاني تندهن بزبيدة فين ما بيطرمي الخالط وتنجيب الخالط نتاعي تنوزعوه من غرفان تاعت الخالط تنوزعها في المقلة تنخليها حتى تتنشف من اللي تحت وتنقلبها على الوجهين تاعها تنخليها حتى واحدة تنشف كيف ما قلت لكم فقط البنات تنشفوه هكا تتحمر للبنات هكا باش يجيكم ناجحوا باش تطيب جوش المرات وما يتحرقش لنا الابتو تحتف ضبيت في المجميد كيف ما قلت لكم را تطيبوا واحد الكيمياء تدروا فوق زويف تدخليوا حتتي يبرد مزيان وتدحطو طبخها فوق طبقة تدرون ف بلاستيك اللي تدخلوا المجميد خاص بالمجميد وتدخلوهم المجميد منين تتبغيوهم رات الجبدوهم وتتعمرهم مباشرة بالنسبة لصالصات البيتزا حتى هي تطيبوها بكمية كثيرة تتقسموها في بلاستيكات ودخلوها المجميد منين تتبغيوها تتخدمو بها هنا هي كيف ما شتعطاني سبعة نتوع لقيطة توع البيتزا كمية اللي معقولة بربعة الكويستة البنات نتوع الطحين وكيف ما قلت لكم تيعجبها كالوليدات الصراحة تعجبوهم هاد اللي اقتراحاتها هادو تجو سهلين وعمليين خصوصا غايلة مجميد صلصا تعتالبيتزا قبل راتغيو داخلو 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 وداخلو وتطيبو وانتو ما وجد الفيتزان لبغيتو تشريوها البنات قريبا بخمسة طاش لدراما تعت الأطون اولا بعشرين دراما تعت الكرويويت او اللاسميتو داخلو بتشريوها تاطح صراحة رخصة ماشي بحالة شرينا سوف تنزع فوق العجن الصلصة بالنسبة لاول بيتزا هي ادي تنزع الصلصة نجيب الفرماج نحطو فوق الصلصة هذه قاعدة البنات ما تبقى وش تديرو الفرماج فوق البيتزا فديرو فوق الصلصة نطعو نطعت البيتزا فرشو والقاعدة التانية من بعد تنجيب الفلفلة بالنسبة الفلفلة ضروري تكون مقطع رقيقة البنات رقيقة وترجع شراب شفية للملحة باش ما تجيش بس لا سوف تنزعها فوق البيتزا هذه البيتزا البنات بالطون هذه اول بيتزا اللي خدمت معاكم بالطون سوف تنجيب الطون تنزعه وتنجيب زويت هنا من الوسط مثلا كتروش الزيتون باش تجيبها البيتزا تماما لتتبعها البنات تصدقون يرى لسا يبطوا بالله حتى غادي يقولي لكم راشارين على البنات سوف تردها للمقلة العافية دائما مهيلة باش ما تتحرقش لينا وباش يدوب هاداك الفرماج وطب كل شي على خطرها البنات وتجيزوينها في نفس الوقت ترش عليها شوية تعز عطر ضروري من شوية تعز عطر وتردها فق البوطة وتنغطي عليها بلغتة تال جاملة او لا ايه اغطنتو ما عندكم من البنات وتنخلي هاداك الفرماج باش يعرق ويدوب ويتعلك لينفق البيتزا وتنخليها تطيب من التحت هنا هي غادي ندزول البيتزا التانية بالنسبة البيتزا التانية البنات غادي ندر بنفس الطريقة الصلصة نتعت البيتزا شوفوا كتا تجي تجي رائع صراحة وبنينة تنتمنكم تجربات الصلصة البنات وتعسام دواها في البيتزا تنتوعكم المهم تنزعها كاقاعدة كيف ما قلت لكم الفرماج الحمر مع الموزر اللي محقوقين تنفرشوا واحد الكيمية تنجيلوا الفلفلة خضرة مقطعة رقيقة من السماء بالملحة باش ما تجيش باس له ومن بعد غادي ندير هنيا غادي ندير هادي بالجاجة البنات تناخد صدر الجاج تنقطع رقيق شرائط ليوم مرقاق وتنشحرف شوية تعزيز زيتون شوية تع الملحة شوية تع البزار صافي ضغياتي تشحر وتنزع فوق هاد الفيزا الصراحة تجي تايزوينة تنجيل هاديك الزويتينة اللي ضرورية من الوسط وتنخليها جانبا بالنسبة للبيتزا الثالثة هادي البيتزا الثالثة لبنات غادي نديروها غادي نديرو فيها أربعان توا الحشوات تجي الصراحة زوينة هادي تنزع السلطة تعت البزا بنفس الطريقة تنجيب الفرماج تنزع حتى هوا وتنجيب الفلفلة بالنسبة للفلفلة اللي بغيت تديروها البنات الفلفلة حمرة الفلفلة خضرة تنوعوا بيناتهم تخلطوا بيناتهم انتم اللي بتوفرانتكم ديروها المهم تنزع هاديك الفلفلة تنجيب بالنسبة للجوز تنفرق البيتزا الثالثة بعين يميزاني وتنزع جوز انتع الجاج تنزع جوز في الجوز الاخر تنزع واحد شوية انتع الكروفيت اغير واحد شوية البنات واحد الحفينة راتة تصيب لنا جوز البيتزا دا هو مصوطة في شوية الملحة و شوية الزيت شوية البزار جوز تنزع في الكفتة حتى يلمصوطية في شوية الملحة و البزار غير واحد شوية و جوز تنزع في الطن هنا رجعت البيتزا اللي سايبت معاكم اللي يدرتها طيب انتو متشوفوا راتة بتوجدات تناخدها دائما تنزعها فقو زويف باش متعرقش ليه تنبقاها كحتة تنسلي البيتزا تنتعي طيبهم بشوية عليهم العفية مهيلة تنخطي عليهم باش يدوب هاداك الفرماج دائما تنرش بزعتره من الفوق باش يجيوا تماما بحال البيتزا اللي يجي تبعوه و تنخطي عليهم باش ترجع هاداك الصد ويتعلكو بالنسبة للبيتزا الرابعة وصلنا للبيتزا الرابعة احتى هي بنفس الشكل تنجي بالعجين تنجير واحد الكيمية تاعت السلطة هنا في هادا البيتزا تدودر تتلت توع المعالق باش تجي يكا زوينة من البعد تنجي بالفرماج حمر مخلط مع الموزاريلا تنجي بالفلفل او الليل الفلفل خضره مقطع رقيقه حتى هي تنجير واحد الفرشة تاعتها بالنسبة للبيتزا دي غادي تكون البنات بالكفتة خديت الكفتة ودرتها كويرات درت فيها شوية الملحة والبزار باش ما تجيش باسلا وصوتتها في شوية الزيت ضايت دي دوجبتها في المقلة ماشي بزاف حنت باقي غادي تطيب لنا في البوطة في المقلة وتنعمر بها حتى هي تنزين بها وتنجير اديك تزويتينها من الوسط وطرر الشبز ودائما تنطيبوهم البنات على عافية مهي لكيف ما قلت لكم باش يجوكم تماما بحال البيتزات اللي تنشري وما يتحرقوش لكم ويجي داك العاجين ها كرطب وزويين في نفس الوقت بالنسبة للبيتزا كيف ما قلت لكم اللي تجيب ربعان تعل الحشوة تجي خطيرة الصراحة وتيكون هادا هو الشكل انت البيتزات للبنات تجيوا على هذه الشكلة تجيوا خطيرين تنتمناكم تجربوهم لوليداتكم وتجربوهم لكم البنات اكد في طروبي وما ديها مت بالنسبة للبنات اللي صايمين الله يقبل وما تنسوش تدعوه معي في التعالق تدعوه لي مع وليداتي ومعي وكيف ما قلت لكم اولا تجدوهم شهر رمضان وان شاء الله هادي يكونوا بزاف انتوا على القتراحات في شهر رمضان هردعموني بلايك وبرتاج هادي يكونوا شربات اللي جداد هادي يكونوا مملحات اللي جداد البنات شي حاجة اللي زوينا وجديدة بالنسبة لها الزيت انا دائما ترقدها تندير فيها شوية زيتون شوية زيتون شوية زيتون شوية سوراق سيدنا موسى ودريس نتعتم والسودانية تجيخها طيرا صراحة مع البيتزان تعتنا تنديروها مع الفقال بنات في الصحة والراحة وما تنسوش